موسيقى بضل المؤتمر السنوي لجمعية الأطباء والصياد للسوريين في ألمانيا نستقبل ريال ريال طالبة مميزة معنا بمشروع الطلاب ريال حاب بأسألك عن بدايتك بفريق الطلاب كيف انتسبتي للمشروع وكيف كانت البداية بالمشروع مرحبا نور مرسي كثير على التقديم الكثير حلوة وأكيد هذا الشيء بحترمه وبتشكره منك أنا بعرف بالجمعية من حوالي السنة وحتى أنا كعضوة فيها تأمنت سنة بس كحدة أكتيف بفريق الطلاب كانت ببداية سنة 2023 أول شي بصراحة كتمت وترى كنت خايفي ملاحي جنب الجامعة بس الشغل كان كثير ممتاع فوراً قدرت اندمج مع الفريق تفاقت بكثير بالشغل مع كثير عالم هات الشباس كماخت وفوراً فتت بمشروع تلين شيء أنا بلكا في الشتوديز اللي هو خلاني اندمج بزيادة بجو الجامعية خلاني يتعرف على كثير من الزملاء اللي معي بالجامعة أو حتى من دكاترة عن طريق المشروع فهذا اللي حببنا بزيادة بالجامعية وكانت بداية يخلينا أقول مفقة وأكيد طمعاني لسه بمشاريع تمانا كمان ونشاطات كمان بما أنه مشروع اللي كلين شيء عين بلكا هو المشروع العلمي الأول بالمشروع الطلاب شو هي الصعوبات اللي واجهتيا وشو هي التحديات اللي واجهتيا بهالمشروع بالذات؟ أول شيء أنا كثير كثير مبسوطة أنه كنت أو مشروع الثاني شيء قايم بك في الشتوديز هو أول مشروع إلي مع الجمعية المشروع كان أو شيء صعوب بالبداية شغل الجمعية بالنسبة لإلي كان كل شيء جديد كان كل شيء رح يكون أونلاين كل شيء لازم يتحدر عن طريق الزوم وأنا من الأشخاص اللي بحب أشتغل فيس و فيس تلتقى مع العالم أتواصل معهم بحس الكومنيكاتس هون كانت بتكون أسهل بس بنفس الوقت خلقت للجمعية تجربة جديدة حطتنا بتحدي جديد قدرت تطور من خلالها حالي وبنفس الوقت شوف أنا قديش بقدر بوصل الكلين شيء عام لك كان مشروع حلوان الهلأ ماشي قدرنا أكيد بالبداية لعينا صعوبات حكينا فيها مع الفريق تناقشنا فيها رجعنا صلحناها رجعنا عملنا لا أبديت وأكيد بهاي النقطة بحب تشكر زميل حسن طرابين ورد غزي والزميل عبد الرحل رزاق لأنه هنين كمان أكيد بدونهم ما كان مشي المشروع اشتغلنا مع بعض بفترات لما أنا كان عندي فعص كانوا يشيلوا لما كان عندهم فعص هنا كانوا هنين كماني كنت أنا شيل عنهم وبنفس الوقت بتشكر أكيد كل الأطباء اللي معنا بالجمعية واللي كانوا جزء كثير كبير بالمشروع اللي أبدوا أنه هنين كانوا جاهزين يكونوا معنا اللي عملوا في بنار 2 و 3 وأكيد بدونهم ما كان مشي المشروع فبحب أقول أنه تجربة حلوة وأكيد إن شاء الله رح كوم مع أبديتس جديد للسنة الجاية بما أنك طالب الطب بشري وطب البشري يعتبر من الفروع الصعبة كيف قادرت وفقه بين دراستك وبين إنجازاتك بالجمعية خليني أقول أنه أنا من الأشخاص اللي ما بقدير بس ركز بدرسي أو لازم يكون بس درسه الشيء اللي أنا بقدرش أعمله بحاجة أنا دائماً أوسكلايش مثل باوزة تقدر تشحن من طريقة تاقطي وكمل بدرسي وكمل بجامعتي وكان هذا أوسكلايش غير أنه فيه شغل طبعاً وغير كثير مسؤوليات مثل كل أي طالبي بجامعة ألمانية عم بتشيله فكان بدي هذا أوسكلايش حسيات الجمعية عم تقدر تعطيني هذه الباوزل لأنه من طريقة عم بعمل أبشالت من كل السرس الجامعة والسرس للفحوصات والسرس الشغل وبنفس الوقت عم بقدر باستثمار وقته باستثمار طاقات بمحال عم بقدر شوف من خلاله حالي لبعدين عم ببني شبكة التواصل كتير كبيرة وعم بتعطيني حتى الموتيفاتسيون لأنه كميل بالمسيرة المهنية تبعيته شو في مشاريع طب مستقبلية بالمشروع الطلاب ريال؟ أكيد إن شاء الله يا رب طبعاً في خطة مبدئياً فيه عم نخطط لفابينار M3 بعد محضرنا للM1 والM2 عم نحضر لمشروع جديد رح يكون تفرع للكلينيشي عينبلكف الشتوديز رح نعمل أبديت للكلينيشي عينبلكف الشتوديز ومبدئياً عم نخطط كمان لإيفنت لطلاب الطب طبعاً هذا كله قيدة التخطيط وإن شاء الله من قول السنة الجاية رح يكون معا مشاريع جديدة إن شاء الله شكراً إليك رعا وكثير مبسطنا وأنا بالأكثر مرسي كثير إليك على المخابلة الحميمة